بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شواء جديدة مشيوات أم شمس كانت منها دائما تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله ستشوفوا معي الحشوة وكذلك طريقة تزين هذه الحليوة وهذه التي تجي صراحة راقية بزاف وسهلة في التحضير ديالها ممكن توجدها الأعياد الميلاد وليدتكم وممكنها كانت توجدها الحفلات وكذلك الأعراس لما لا فكانت منها إن شاء الله أنكم تبقوا معي لأخير الفيديو اشتوفوا جميع التفاصيل ومشوا مباشرة لطريقة التحضير ديالها فأول حاجة غنحتاجو هي لاجنواز بالنسبة لاجنواز فكنت عملتها معكم من قبل لاجنواز ديالالين كوستاب كل تفاصيل ديالها ناجي حمله في المئة نحط لكم رابط ديالها تحت لفيديو فبالنسبة للكريمة اللي غنحشيو بها للكيك ديالنا عندي 250 جرام ديال الكريمة السائلة اللي استعملت فهي كريمة ناباتية كنضيف عليها 250 جرام ديال الماسكاربون هنا هذي الكريمة ديال الماسكاربون كي تجي عاقدة وكي تجي لديها بزاف كحشو ديال الكيك فكما قلت لكم 250 جرام 250 جرام كذلك ديال الماسكاربون كنضيف عليها ثلاثة المعرق كبار ديال السكر بودرة كي يبقى السكر على حسب الضوء وكنتربو هذ الكريمة هذي فمن طبيعة الحال الكريمة والماسكاربون خصوهم يكونوا باردين جيدا يعني ما يكونوا شغل باردين شوية الله خصوهم يكونوا باردين جيدا باش تطلع الكريمة بسرعة كنضربو جيدا وهنا را ممكن انكم تطيفو الفانيلا إذا بغيتو ماشي مشكل مني كتطلع الكريمة فكنعملها في البوش وكنبدأ نمونطي الحلوة ديالنا الجنواز فكنت قسمتها معاكم يعني في الفيديو السابق كناخد الجنواز كانت قيام طبيعة الحال اعملت هنا غير سيرو ديال كيمية الماء نصف ديالها سكر يعني كاس ديال الماء نصف كاس ديال السكر والفانيلا وخليتو مغلاو من بعد ما يغلي نخليه وخمسة دقائق سافي هنا من بعد ما سقيتها كنعمل الكريمة اللي عملنا ديال الماسكاربون كنحاول نسويها عاكا في السطح وكنجيب هنا الكولي ديال الفواكه الحمراء فعملت 250 جرام خلطة ما بين فرمبواز أو فريز اللي كانوا عندي في المجمد يعني جامدين كنعملهم هكا في كاسرونة وكنضيف عليهم 100 جرام ديال السكر يعني ما بين 80 حتى 100 جرام ما كان كترش السكر بزيف وكنعملوها تغلي تماما بحال طريقة ديال اله تماما نفس طريقة ديال اله تتغلم بزيان حتى كتبلينات قلت كنطحنها وكنصفوها وكنخلي واحدة تبرد سفي هديية الكولي اللي عملت كنعملو الكولي كنعود نعمل طبقة أخرى ديال الجنواز كنصقيها كنعود نعمل الكريمة ديال المسكاربون كنعود نعمل هاد الكولي ديال فواكه الحمراء هولا ديال يفخيغوج اهل هاتيشكل كنعملوها غير في الواسات وكنعود نعمل طبقة أخرى ديال اله دعجينواز كنعود نسقي وكنبقى بنفس الطريقة يعني حتى كنعمل فهنا رأيكم تعملوا الكولي مباشرة فوق من الجنواز من بعد ما تسقيوها يعني لا يريدون فوق الكريمة يبقى لكم الاختيار إذا عملتوا فوق من الجنواز لا يبنش بزيف كتاب تأتي طبقة رقيقة بزيف سوف نحاولها كآخر طبقة نسقيها في واحد الإناء ونقلبها من الفوق ومتابعة الحال يكونوا محمرين بزيف والكريمة اللي بقت عندي حاولت انني نفيني بها هذا الكيك هذا يعني نحاول غير هكا باش ما يبقاش ذوك هذوك هذوك الطريفات الكيك اللي كي بقى هكا تفرتته بسافية يعني تشد الكيك فرصة مباشرة أنا ما كانش عندي صراحة النار الوقت لان هذو الحلوة عملتها في اللي كي كان قولوه في الدقيقة تسعين فغلفتها هكا مباشرة ومباشرة خديت الكريمة اللي كنت عملت معاكم ديال اللي ضفنا عليها هذوك الإضافات اللي اعطيتها يعني بنا رائعة وكذلك كتجي عاقدة وفينيسيون رائعة ضفت عليها هنا ضفت عليها نكهة ديال فواكه الحمراء يعني باش نبقاوه في نفس الدم فاديك النكهال ديال فواكه الحمراء او الكاسيس وكن حاول نغلف بها الكيك ولي على هذو الشكل هذا نحاول ندوزها على الكيك كله انتوما يعني مفاش تبقوا تصابوا هذا الحلوة من بعد ما تغلفوها في ذاك الشي اللي كي بقى لكم ديال الماسكاربون دخلوها الموجة مميذ 1-5 دقائق عا تكملوا هنا صوبت يعني كل شي دقة واحدة سافي كان بقاونا ندوزه كيما كنت لكم شوفوا الكريمة اللي كنت لكم يعني راه كي تجي رائعة البلاصة اللي بيتنا خاوي مفاش كريمة كنا نعود نضيف فيها وكن نملسوا الكيك ديالنا مزيان بحالها تشكل هذا يعني كنحاولوا نملسوه مرة واحدة وهذه هي الطريقة اللي كنت لكم يعني كي يجي واحد الكريمة اللي ملسة مزيان كذلك الفوق ديالها كنحاول نصوبه مزيان بها الطريقة حال عقا ونفينيوها كم ماشته صافينا كنجي بهذا اللي كي يكون مسنن يعني بحال الشكل ديال فرشيته كان دوز عليه وهكا من الفوق وهذا اللي رشيت دابا فهير الملمع يعني الدهبي كان عملوه وكان نضيف فيه شوية لمهة متكتروش لمهة وكان رشوبي كيعطير اللون هذا هذا فقط كافكار صافي بالنسبة لذلك اللي تحت اللي اشتو معايا فاخديت الكريمة اللي عملت معاكم طبيعة الحال اللي قلت لكم يعني غاكد جيزوينة في الفينيسون ديال لكيك خليتها عادية يعني ما ضفت على حتى الشي نكهة وعملتها هكا في الجوانب يعني ضبرتها للكيك كامله وانتو ما تشوفوا معايا يعني كان ملسوا هكا ببلاس باتول او هكا بشيء ادات اللي هكا تعطينا طريقة اللي تكون ملسة وانتو ما كان دورو وشوفوا يعني كده يعطي نتيجة زوينة بزف فاللي شافه يقول انها فيها عجينة السكر وهادوك الحواف فاخديت هاد الملمع هذا الدهبي ضفت فيها شويات الماء يعني القليل فقط وخلطته ونحاولوها نعملو بشيء شيتها كتكون ملسة ما تكونش حرشة باش ما تخليش يعني شكل ديالها سوف نحاول انني ندوز على الكيك ديالي كاملو والكريم اللي كتبقى ندير باها كدوائر من الفوق وكتكون حليوة جداد كما كتليكم في دقيقة تسعين فانتو ما يعني فاش تبغيوا تصوبوا لهاد الحليوة هادي لكنتو اول مرة غا تصوبوا بطبيعة الحال فاي مرحلة بغيتو تعملو دخلو ديال الحليوة ديالكم الموجامية واحد خمسة دقائق على ما توجدو المرحلة الموالية بالنسبة لتزين عملت هادو كل هادو كل القليبات في الغوز هادو هادو كل القليبات في الغوز هادو هاد الوريدات اللي عملت معاكم يعني طريقتهم سهلة وكان عملوهم بالشوكولاتة وكانت تحصلوا على هاد الحليوة هادو راقية وسهلة بزافة ما بقلينا إلا شكركم على حسن المتابعة وكان قول لكم الى وصفة مقبلة بإذن الله كانت معاكم أم شمس وما توفيقيه إلا بالله اليه توكلت وإليه أنيب